بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا يجب تقديم السفراء الأربعة للمحاكمة بتهمة تزوير التاريخ وتضليل الشيعة ألف عام الأخ علي الخماس يسأل عن السفراء الأربعة وهم أثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان والنوبختي والصيمري الذين دعوا النيابة العامة عن الإمام المهدي وقالوا أنه موجود طبعا وهم مكلاؤه فيما يسمى فترة النيابة الغيبة الصغرى الغيبة الصغرى امتدت سبعين عاما اللي دولة دعوا فيها من وفاة الإمام العسكري سنة ميتين وستين للهجرة إلى تلاثمية وتسعة وعشرين فالأخ علي الخماس يسأل يقول السلام عليكم أستاذ أحمد الكاتب أريد توضيحا أريد أن توضح لنا برأيك الخاص وبحثك العميق عن قضية السفراء الأربعة وما تقول عنهم هل يستحقون هؤلاء أن نقدمهم للمحكمة قضائية تحكم بأن هؤلاء كانوا صادقين بما قالوا أو افتروا في فترة محددة في ذلك الوقت وشيعة اقنعوا أنفسهم بأن هناك رجل ولد واسمه محمد بن الحسن العسكري وهو منقذ البشرية والإمام المهدي وعشنا تحت ظل هذه الأكذوبة واقتنعنا بها بناء على مصادر طعيفة السند وليست واضحة بتفسيرها فأرجو أن توضح لنا الآن لأن أكثر الناس في عمري وأصغر مني لا يعرفون شيئا عن السفراء الأربعة وما كانوا وكيف عاشوا وأين انتهى أمرهم ولماذا قضيتهم غامضة والسلام علي الخماس في الحقيقة الأخ علي هو أيضا يعني يجيب عن بعض الأسئلة أو ينطوي سؤاله على معلومات أساسية أن المسائل الدينية يجب أن تكون واضحة كوضوح الشمس ونحن في الإسلام نستقي عقائدنا أولا من القرآن الكريم العقائد فقط من القرآن الكريم والعقائد معروفة هي ما يتعلق بتوحيد الله ونبوة الأنبياء والمعاد في يوم القيامة هذه أساس الأقائد الإسلامية وهناك فروع كالصلاة والصوم والحاج والزكاة وكذا وكذا هذه مسائل فرعية لا يوجد حتى في السنة النبوية أقائد جديدة أو إضافية على ما يوجد في القرآن الكريم إنما السنة النبوية مثلاً تشرح بعض الأمور الصلاة مثلاً كيف النبي صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أو حجوا كما رأيتموني أحج فالسنة تشرح حتى الفروع تشرحها ما تأسس في الدين جديد النبي محمد ما جاب دين جديد من نفسه إنما بلغ ما نزل عليه من الله تعالى اللي موجود في القرآن الكريم الآن يجون بعض الناس يختلقون أساطير أو نظريات أو فرضيات أو مقولات مثلاً كلامية وفلسفية ويدخلوها بالدين ويقولون لازم تؤمنون بهذه كأنه أركان الدين تصل عن بعض الأخوة كما رأينا عن بعض المعلقين أنه هذه من أركان الدين مثلاً شنه هي أركان الدين؟ ما يستطيع يميز بين الأساطير والخرافات والشبهات وبين أركان الدين ففي الحقيقة نحن نقدم مقدمة قبل ما نجيب الأخ علي الخماس نقول له أن الدين هو ما يوجد في القرآن الكريم فقط لا غير لا يوجد إلا بتأويلات تعسفية وأحاديث ظنية وأحاديث مكذوبة يمكن نسوي بها بعض العقائد اللي هي المصحيحة ومو صحيح هذا المنهج أنه نعتمد على أحاديث ظنية وتأويلات تعسفية بالقوة يعني ما أحد من يقدر يفهمها مثلاً إذا قرأنا القرآن ما نفهم الشيء من عنده إلا يجي أحد بتأويل تعسف يقول لك هذا مقصود بكذا وكذا طيب شنو دليلك؟ ما يقدم الدليل وعدنا فالمشكلة كبيرة أضرتنا عبر التاريخ أضرت الشيعة الإمامية الأثنى عشرية ضرتهم طول التاريخ وهمشتهم وسببتهم المشاكل وأبعدتهم عن الحياة ودمرتهم في حقيقة هي نظرية أو فرضية وجود ولد الإمام العسكري وأنه هذا هو الإمام بعد العسكري وهو الإمام المهدي اللي لازم ننتظره ونعطل كل الأمور حتى الآن مراجعنا الكرام يعطلون كثيرا من أبواب الدين ويعلقوها على هذا الإمام الغائد اللي ما أحد ما شافه طيب ما إحنا يعني الإمام العسكري أيضا أدنى قانون بالشريعة وقانون هذا موجود معترف به في كل العالم أنه ميجوز ننسب ولد إلى إنسان هو ما يعترف به يقول أن هذا ولد ما أعترف به فكيف يمكن نسبة ولد إلى إنسان بعد ما يموت وهو في حياته يقول أنه ما عندي أولاد بعد ما يموت يجون جماعة أو واحد مثلا ينسب إنسان معين ولد إنسان معين لهذا الإنسان الميت هذا ميجوز بالقانون ولا بالشريعة الإسلامية وأيضا المصيبة الأظمى أنه هذا ولد ما إلى أثر وما أحد ما شايفه وما أحد ما أعرفه يجي واحد بالسر هو كان مثلا وكيل مالي للإمام العسكري وقال أنا شفت عنده ولد وهو أعطاني وكالة إلي وأنا صرت وكيلة الآن طيب وين نحن ما شفنا الولد حتى أعطيك وكالة شلون صرت أنت وكيلة ونائبة وسفيرة مثلا فهذه قصة السفراء الأربعة وخلنا نشوفهم كانوا أربعة فقط له أكثر من ذلك أجبت الأخ علي الخماس قلت له الأخ العزيز علي الخماس ما يسمى بالنواب الأربعة الذين يؤمن بهم الشيعة الأثنى عشرية هم ادعوا النيابة واحدا بعد واحد وما كانوا يكونوا في وقت واحد حتى مثلا شهادة أربعة أشخاص لا واحد ادعى اللي هو أتمالي بن سعيد العمري وبعدين بعد ما توفت طهى الابنة وابنة ظل خمسين سنة هو يدعي هذا المنصب ويأخذ فلس من الشيعة ويقول عننا أبي إمام بعد ما مات ورى خمسين سنة أعطاها إلى واحد اسمه النوبختي والنوبختي أعطاها إلى واحد اسمه الصيمري فواحد عن واحد رواية أحد ما يمكن نبني وسرية ومخالفة للشريعة ومخالفة للقانون ما يمكن نأخذ بهكذا روايات إلا أن نطمئن ويكون أدنى يقين وعدنا أدلة قوية حتى يمكن نرفع يدنا عن الظاهر ومثلا نعتقد بوجود ولد للحسن العسكري فإذن هي رواية أحد واحد عن واحد والواحد الأول كان كذاب ودجال ولم يعاصروا جميعا ذول النواب الإمام العسكري ولا شاهده ولا شاهده ولد له إنما هي رواية أحد عن مدعي النيابة الأول أثماني بن سعيد العمري الذي كان وكيلا ماليا للعسكري في بغداد يجيبون الفلوس الشيعة إلى بغداد هو يوديه لإمام العسكري لا كان عالم ولا كان فقيه ولا كان شيء من هذا القبيل ثم هذا اخترع أسطورة وجود ولد للإمام العسكري لكي يستمر في قبض الأموال من الشيعة ويقول معناه داوديها إلى ابن الإمام العسكري وقد أيده ونافسه آخرون في زمانه من الذين أيدوه الأول الهلالي أحمد بن هلال العبرتائي اللي يسمى أيضاً الهلالي هذا قال إيه صحيح اتآمروا إيه هذا أثماني بن سعيد وقال صحيح هو يعني يا شفن ابن الإمام العسكري فأيدوه في البداية بعدين كان يتوقع أنه يصير وريثة يعني يعطي الوراثة إله النيابة لما أثماني بن سعيد اطل الوكالة إلى ابنه محمد بن عثمان هذا قال له لا عن الوكيل مو أنت فاختلفوا على الوكالة واحد قام يكذب الآخر واحد قام يتهم الآخر فمحمد بن عثمان طلع له في التوقيع هو كاتب بيديا بيديا كاتبه هو يقول هذه نسخة عن توقيع الإمام يتهم هذا الهلالي بأنه هذا مغالي وهذا مبتدع وهذا ملعون وهذا كذا طيب شلو دليلك؟ واحد يكذب الثاني اثنين واحد اسمه محمد بن علي ابن بلاد يسمى أيضا البلالي ثلاثة النميري محمد بن نصير النميري مؤسس الفركة النصيرية أربعة الحسين بن منصور الحلاج هذا صوفي المعروف الذي قتله الخليفة العباسي فهذا أيضا ندعى أنه نائب الإمام مهدي وأيضا أبو محمد الحسن السريعي أو الشريعي يقول العليا ومحمد بن علي ابن أبي العزاكر أشل مغاني هذا كان وكيل النوبختي في بني بستام في قرية أو قبيلة اسمه بني بستام هذا كان وكيل النوبختي في تلك القرية وكيل أنمن عن النوبختي بعد ذلك قال لماذا أنه هذا يعرف أنه لا يوجد شيء اسمه إمام مهدي فقال لك أنا أتجع الوكالة عن الإمام مهدي مباشرة فاختلفوا عن النوبختي واشتركوا عليها وحاكموا وعدموا وكان أدم علاقة النوبختي كان عنده علاقة مع الخلفاء العباسيين فقاموا أعدموا هذا الشخص وهو كان عالم كبير بالشيعة أدوا كتب مؤلفات الآن نقرأ عنه كان من أعلام الشيعة وألف كتباً في التشيئ ولكنه ادعى النيابة في زمان الحسين بالروح النوبختي النائب الثالث يعني في بداية لكارن الرابع وراء خمسين سنة أكثر يعني ونافسه على النيابة فأخرج النوبختي توقيعاً باسم الإمام مهدي بظلاله وانحرافي قال الإمام مهدي يقول هذا ظالم وانحراف طيب شنو ظلاله وانحرافه هو نوبختي ما يعرف يقول هذا ظالم وانحراف وقاطعوه وما يجوز واحد يقرأ كتبه حرام واحد يقرأ كتبه طيب يعني نوبختي شنو الظلال والانحراف في كتب هذا ابن أبي العزاكر إيش المغاني هو ما يعرف فأخذ كتبه وداهني إلى قوم كما يقول الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة صفحة 240 يقول ودا كتبه إلى قوم فأخذ كتبه صحيحة أو مصحيحة ما هي الأخطاء التي فيها طيب أنت لا تعرف ليس أنت تقول أنا عندي علاقة وين الإمام مهدي واني ناعم بالإمام مهدي لماذا تعرض الكتب على الإمام مهدي لماذا توديه لقوم مما يثبت أن هذا إنسان كذاب كان دجال هو ما يعرف لا يعرف شن الخطأ ولا الصواب ولا عنده علاقة بالإمام مهدي راح ودى الكتب هذا كما يقول الشيخ الطوسي وكل علماء يقولون أنه هذا ودى الكتب إلى قوم حتى يحققوا ويشوفوا شن الخطأ وشن الصواب ولكن لا يجاوبوا ما عندنا جواب من عندهم ما نعرف شنو كان جوابهم وين صاروا هذا ادعى أيضا النيابة العامة اللي هو شر المغاني يسموه وهذا ما كان يعني كما قلنا رجل عادي كان من علماء الكبار واللي قالوا له للنوبختي قالوا له هذا شنو ما نصنع بيوتنا مليئة من كتبه هذا عالم منتشر كان كبير أعلم من النوبختي النوبختي كان يدعي الوكالة هذا كان عالم كبير قال ليش أنا أخذ شرعيتي من النوبختي أنا أدعي النيابة فهو جاوبهم هذا نوبختي قال أقول لكم كما قال الإمام العسكري في بني فضال بني فضال علماء الكوفة علماء الشيعة كانوا وكانوا يؤمنون بالإمام العسكري إمامية كانوا حتى ولكنهم كانوا فطحية فطحية يعني ما عنده مشكال أنه الإمام إذا ماتوا ما عنده أولاد رحون إلى أخيه مثل ما راحوا إلى موسى بن جعفر بعده عبدالله الأفطح سموهم فطحية لهذه المناسبة طيب كان ناس مؤمنية يعني مشهورين بالعدالة فقال الكلام اللي عنهم خذوا ما رواوا ودعوا ما رأوا الروايات الواردة عنها أخذوها من أدهم والأراء مالتهم لتأخذوه لماذا؟ إذا أراء معقولة نأخذ رأيكم من خالف رأي ذاك ما يصير علي حال هذا أنه بختي جاوبة كذلك وذولا مكان يشترطون الوراثة العمودية دائما فإذا هذا النوبختي اللي هو يقال أنه نائب الثالث كان يدعي النيابة وهذا الكتاب الكافي ألف في زمانه الكليني ألف كتاب الكافي في زمان هذا النوبختي ومع ذلك هو هذا الكتاب مملوء بالحديث الضعيفة والتي تتحدث عن تحريف القرآن تسعة آلاف وخمسمائة حديث ضعيف كما يقول المجلسي فمن ستاحش ألف حديث وفي ألفين حديث فقط الآن علمان يصححون من كتاب الكافي زيان هذا إنه بختي ليش ما أخذوا الكتاب وعرضه على إمام مهدي إذا كان موجود حتى يقول لنا ما هو الصحيح وما هو الخطأ ليش ما جاب لنا كتاب من إمام مهدي بالفقه؟ هو يكتب لنا أو يجيب لنا ما جابوا هكذا كتب ما كان عندهم اتصال من هنا نفتهم إنه هؤلاء كانوا كذابين دجالين وبعدين الدعوة مالتهم هؤلاء صاروا كم واحد مو هؤلاء أربعة واحد عن واحد بس في الأيام الأولى بعد وفات الإمام العسكري كما تحدثنا قبل قليل مجموعة دعوا النيابة عن الولد ووجود الولد وذوله نوابه واحد صار يكتب الآخر فافترقوا شيعة إلى فرق إثنى عشرية ونصيرية وكذا وكذا صاروا يعني فرق متعددة كل مجموعة يؤمنون بفد واحد من ذول الكبارية وإذا كان هؤلاء النواب الأربعة يدعون أنهم صادقون وأن بقية المدعين مثل الهلالي والبلالي والنميري والحلاج والشلمغاني وغيرهم كاذبون فما هو مقياس الصدق والكذب شو أن نعرف أن هذا صادق وذلاك كاذبين مثلا وكلهم يدعون أمرا سريا لا دليل تاريخيا عليه ومو في شيء بالظاهر بل مخالف لقوانين الشريعة الإسلامية التي تحرم نسبة ولد إلى إنسان ينكر بنوته ويقول أنا ما عندي أولاد في حياته فكيف بنسبة ذلك الولد إليه بعد وفاته ودون ظهور أي أثر لذلك الولد الشبح المزعوم يقول الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بأن هؤلاء النواب الأربعة كانوا يعلمون الغيب ويأتون بالمعاجز وهو قول عظيم وإفكم كبير لم يدعي رسول الله ولا عيمة أهل البيت مثله لا كانوا يدعون علم الغيب إلا ما يعلم الله للنبي فقط ولا يدعون معاجز وكيف يمكن إثبات دعوة النواب بعلم الغيب أو أدم معاجز أفترض هم سووا معاجز أدم على النواب كيف نتأكد أن هم سووا هالأشياء لا يوجد أي دليل عليهم وقد ادعاها بقية النواب الكاذبين فلماذا نكذب هؤلاء ونصدق هؤلاء شوفوا هنا أيضا الإمام هو هذا الشلم غاني أيضا من المناسب أن ننقل قوله يقول ما دخلنا مع أبي القاسم الحسيني بنروح في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف يعني كان متأمرين حتى هو هذا اللي يجعل علم وكذا كان يعرف بعض الأشياء أسطورية وخرافية بس يتمنىها لكي يحصل زعامة ويحصل فلوس ويحصل يصبح مرجع للشيعة مثلا في الحقيقة أن جميع أدعياء النيابة اللي يعتبروهم واللي ما يعتبروهم كلهم كانوا كذبين دجالين وقد كذبوا بعضهم بعضا ولا يوجد أي دليل على صدق أي واحد منهم وإنما توجد الأدلة الكثيرة على كذبهم جميعا كما قدمنا لأنهم اختلقوا ولدا مزعوما وموهوما للإمام العسكري وخدعوا شيعة وأخذوا منهم الأموال بإسمه وقد آن لنا أن نعيد النظر في دعواهم بوجود ذلك الولد الأسطوري وفي دعواهم بالنيابة عنه ولا أدري كيف يمكن أن نصدق بدعوا أحد بالنيابة والوكالة والسفارة عن شخص مجهول لم نره ولم نعرفه ولم يعرفه أحد إن الدين لا يقام بهكذا إدعاءات مضحكة وسرية ومخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين البشرية العادية طبعا أنا بحثت هذا موضوع بصورة مفصلة في هذا الكتاب الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية ومن أحب الإطلاع على مزيدا من الأمور فيمكن أن يراجع هذا الكتاب وهو متوفر على النت أيضا وبس اكتب واحد اكتب بجوجل الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية فيطلع له هذا الكتاب إن شاء الله نأمل أن تحدث ثورة فكرية تعيدنا إلى الإسلام الصحيح تعيدنا إلى تراث أهل البيت الصحيح والأشياء الدخيلة في هذا المذهب ذول النواب الأربعة وغيرهم الذين أدخلوا هذه الخرافات والأساطير في المذهب الشيعي ودمروا المذهب الشيعي دمروا المذهب الشيعي يعني نحن صارتنا أكثر من ألف سنة ألف ومثين سنة مهمشين الشيعة الاثنى عشرية بالخصوص الإسماعاليين أقاموا لهم دولة ولكن الاثنى عشرية ظلوا ألف سنة ينتظرون شخص وعلقوا كل أمور السياسية عليه وحرام واحد يقوم بأي دور سياسي يقوم بثورة أو يقوم بحكومة أو يشارك في أي عمل سياسي طبعا الآن الحمد للعرب العالمين عن الشيعة قاموا بهذه الثورة الفكرية وتخلوا عن الإمام بنظرية الإمامة وانتظار الإمام المهدي الغائب الذي ليس له وجود وقالوا بنظرية ولاية الفقيه أو قبلوا بالنظام الديمقراطي أو شكلوا أحساب في كل مكان ودخلوا في الحياة الطبيعية في الحياة السياسية وهذا شيء مهم طبعا تقولوا لي وين العلماء كلهم متبنين فكرة اليوم المهدي والإمامة أقول لكم كل هذا كلام في التاريخ وكلام نظري أما عمليا فهم لا ينتظرون أحد وهم لا يشترطون الأصمة والنص والسلالة العلوية في رؤساء الجمهوريات أو رؤساء الوزارات إنما أي إنسان يمكن يصبح رئيس أو يصبح وزير أو يصبح قائد أو يصبح ولي أمر المسلمين بإذن تخبوا هذا شيء عادي وهذه هي الثورة التي يجب أن نتمسك بها ونسير على دربها ونتحرر من كل الخلافات والأساطير السابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر